ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد الشحات الخبير في شؤون الأمن الإقليمي والدولي أهلا بك دكتور على شاشة الغد إذن القيادة السياسية في تل أبيب تعطي ضوءا أخضر للقيادة العسكرية لإنهاء المرحلة الحالية من الحرب على غزة والانتقال تدريجيا خلال هذا الشهر المرحلة الثالثة بداية ما الذي تعنيه أو ما الذي يعنيه الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب وربما تعلم أن إعلان عن المرحلة الثالثة من الحرب كان قد تم في بداية هذا العام يعني كان الجيش الإسرائيلي أعلن فعليا أنه سيدخل في المرحلة الثالثة يعني كل هذه الستة أشهر أو سبعة أشهر الماضية لم تكن مرحلة ثالثة أولا مساء الخير على حضرتك وعلى سيد المشاهدين يعني بطبيعة الحال الانتقال للمرحلة الثالثة بيتوقف على نجاح المرحلة الثانية التي كانت لها أهداف ولها عامات عسكرية عديدة ولها انتقالات من الشمال للوسط للجنوب ولكن المرحلة الثالثة كما أعلن هي فكرة الانسحاب أو تقليص أعداد الجنود أو القوات الإسرائيلية في منطقة الجنوب والوسط بشكل خاص والاعتماد على العمليات الانتقائية واستهداف العناصر المقاومة أو البنية التحتية للمقاومة التي في الأساس يتم استهدافها من سبعة أكتوبر لمدة تسعة شهور حتى الآن يعني فهذه مسميات من وجهة نظري غير وقعية ولكن مع فشل إسرائيل في تحقيق المهمة أو الأهداف التي تم الإعلان عنها منذ سبعة أكتوبر ففكرة الإذعانة بأن هناك نصر في رفح والإعلان عنه ونصر زائف حتى الأمس حتى الآن هناك عمليات بتتم في رفح وفي استهدافات لجنود وأليات إسرائيلية في الشجاعية نفس الحدث في خان يونس هناك سواريخ ومنصات سواريخ تم إطلاقها على الجانب الإسرائيلي هناك منورة كبيرة من المقاومة بكافة أنواع هناك تنصيق بين أطراف المقاومة بشكل كبير وتزامن في الاستهدافات لعناصر الجيش الإسرائيلي في وسط هذه الأحداث هناك تخبط في القرارات الإسرائيلية هناك اختلاف في القرار السياسي والقرار العسكري بطبيعة الحال هذا المشهد والانتقال لمرحلة ثالثة هي بتعكس عدم قدرتهم على الاستمرار على هذا النهج ما الذي تريد تحقيقه في المراحل الماضية وتريد تحقيقه الآن؟ هي لم تستطيع تحقيق فكرة استهداف المقاومة أو استهداف بديتها التحتية كان هدف رئيسي فكرة تحرير أسر لم تحدث فكرة تحويل التحرقات لمراحل أولى وثانية وثالثة هذا الموضوع لا يحقق الأهداف بشكل كبير فكرة الانسحابات ستكون مؤثرة على الجانب الإسرائيلي سواء على أطراف السياسية أو على الدخل الإسرائيلي عدم تحقيق الأهداف هذا الموضوع في حد ذاته يشكك في مهية المرحلة الثالثة ولكن أعتقد أن هناك رغبة حقيقية في التركيز على المنطقة الشمالية لأن الإسرائيل فشلت في الحفاظ أو حتى تقييم مستوى التصعيد على هذه الجبهة تجاه حزب الله جنوب لبنان فهذه التحرقات وتهدئت هذه الجبهة جبهة غزة لأن هناك فرق في القضاة العسكرية هناك سيطرة شبه نسبية على الأوضاع العسكرية وإن كان هناك خسار في الجانب الإسرائيلي ولكن الخطر العملياتي العسكري الأكتر من وجهة نظر الإسرائيلية هو اتجاه الجبهة الشمالية وإن كان حزب الله قادر على موازنة الموقف حتى هذه اللحظة ولكن مساحة الحفاظ على مقاومة تصوير هي من المفترض أن هذه العملية أن القوات ستركز على عمليات أصغر نطاقا تهدف إلى منع المقاومة من إعادة ترتيب صفوفها لكن هل ترى أن ذلك أيضا له علاقة بالجبهة الشمالية لانتقال إلى جبهة لبنان الجبهة الشمالية العاملات الانتقائية سواء من القوات البحرية على البحر المتوسط أو السواريخ الموجهة من الطائرات وسلاح الجو الإسرائيلي بطبيعة الحال هي مستمرة من 9 أشهر ولكن ستكون انتقائية بوجهة نظر تدمير البنية التحتية بشكل كبير وإن كانت تم استهدافها بشكل أوسع ولكن سيعتمد على معلمات استخباراتية من وجهة نظر هي غير موجودة وغير مدقاقة حتى هذه اللحظة بدليل أن حتى هذه اللحظة لم يعرف أي أماكن للأسرة والأهم من ذلك قدرة الحركة أو قدرة المقاومة على المنورة من مساحة جغرافية لمساحة أخرى والتحرك في هذا المحيط برغم الاستهدافات ورغم الإمكانات المهولة للجانب الإسرائيلي إمكانات الاستطلاع والأجهزة الاستطلاعية المختلفة بأنواعها ولكن في النهاية ليس عندها القدرة على الاستهدافة لكنها ستكون أقل دموية صحيح؟ هل تعتقد أنها إذا كانت كما يقولون هذا المصطلح أن العملية تكون جراحية ويكون استهداف دقيق وتقليل نطاق هذه الاستهدافات والقصف إلى غير ذلك هل نتوقع هنا أعداد أقل في الشهداء والإصابات؟ بالعكس تماما هذا الكلام تم تصديره قبل اكتحام رفح لو نتذكر سويا أن هناك عمليات انتقائية وعملية جراحية وسيتم التعامل بهذا الشكل وهذا كان سؤالي الأول أن هذا الحديث كان في بداية هذه السنة في شهر يناير 2024 ولكن رأينا ذلك الاستهداف بالقصف والاستهداف بسلاسل تفجيرية والحرق إلى غاية ذلك الآن المرحلة الثالثة من المفترض كما يقولون هم الجيش الإسرائيلي التي تهدف على القضاء على حماس تقترب من نهايتها وقالت أنها سوف تقتصر وتركز على عمليات أصغر نطاق سيدة الفاضلة عندما يتوفر معلومات أن هناك عنصر من المقاومة في منطقة سكنية فهم يستهدفوا كامل المنطقة السكنية وهذا رأينا من المذابح المتكررة بدعوة أن هناك عناصر من المقاومة تم استهداف المستشفيات بهذا الغرض تم استهداف المدارس الأنروا وأماكن أخرى كثيرة تحت هذه الزرائع بالعكس هذا الأداء سيتم من وجهة نظري الإعداد لمذابح جديدة واستمرار الحرب الإبادية بشكل أوسع تحت مسمى أنها حرب انتقائية ولكن هو يغازل الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أسلحة أو زخائر تكون موجهة لتحقيق هذا الأدف وفي النهاية ستكون حرب إبادية بشكل مختلف حسب مصادر مطالعة فإن العملية نفسها ستكون مرتبطة بالمفاوضات لإطلاق صراحة الرهاء والمفاوضات أيضا مع حزب الله في لبنان كيف ترى إمكانية ذلك ربط هذه المرحلة الثالثة أو مرحلة أي مرحلة جديدة بإمكانية إجراء مفاوضات والاستمرار في المفاوضات وانفتاح إسرائيل على ذلك كنت أتمنى أن أتبنى صورة فؤولية ولكن تصرحت نتنياهو الأخيرة بتؤكد على استمرار الحرب وعدم التنازل عن الهدف الرئيسي من التخلص من قيادات حماس وأظن أن فكرة ملف الأسرة لا تضع في أولوياتها الأولى ولكن للأسف مرة أخرى أن سيطرت نتنياهو على الحكومة وضمانه باستمرارها في إطار الأغلبية داخل الكنيسة أكبر من الضغوط الأمريكية بإدارة بايدن لفرض واقع على الأرض يحلح لهذه الأوضاع ويصل لإقاف درب النار هذا التجاهل والتعامل بشخصانة الوضع وقوة الحكومة وعدم وجود تهديدات مباشرة بإقالتها أو السيطرة عليها والضغوط الأمريكية المحدودة عليها بتفرض استمرار الحرب لمربعات أو مساحات زمنية أخرى إنما فكرة التفاوضات والعودة لفكرة المفاوضات الجولة العاشرة على ما أعتقد وهناك تحركات استخباراتية وهناك تحركات دبلوماسية ولكن في النهاية يهدم هذه الفكرة نتنياهو بتصرحاته ودائما يوظف أعضاء اليمنيين المتشددين لتصدير أفكار ما بعد غزة أو ما بعد الحرب وأفكار كلها خبيثة ولكن بيقص الرأي العام ويستمر فيه نهجه بشكل كبير وهو لا يضع ملف الأسرة في أولوية مخططاته خلال هذه الفترة أعتقد أن سيطول أمد الحرب لمسافة زمنية أطول حتى انتهاء أو ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية يا حسما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر